بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نبر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قالوا الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين قال وإذا ظهر ذلك فلا يصح أن يدعى أن الماهية بما هي تكون بنفسها مقسما للإعتبارات الثلاثة وذلك لأن الماهية لا تخلو من حالين وهذا أوهما أن ينظر إليها بما هي هي غير مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها وأن ينظر إليها مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها ولا ثالثة لهما كان الكلام في التفريق الذي ذكره الشيخ بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقسمي حيث ذكر الشيخ أنه وقع خلط في كلمات الكثير من المشايخ وعلماء الأصول كما هو ظاهر صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاء كما عبر عنهم حيث ذهبوا إلى أن الماهية المهملة هي الماهية لا بشرط المقسمي التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاث التي ذكرناها في الدرس الماضي وهي اعتبار بشرط شيء واعتبار بشرط لا واعتبار لا بشرط الشيخ يرى كما قلنا في الدرس الماضي أن هذا الفهم غير صحيح وأن الصحيح أن هناك فرق وتباين مفهومي بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقسمي وذكر لأجل بيان ذلك أن علماء الأصول ذكروا بما لا شبهة ولا شك فيه أن هناك أمران الماهية المهملة وهي الماهية من حيث هي هي والماهية لا بشرط مقسمي وهي الماهية المأخوذة لا بشرط التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة المتقدمة وذكر دليلين على أن هناك فرق بين هذين المعنيين أو هذين الاصطلاحين الاصطلاح الأول هو الماهية المهملة وذكر أن المقصود بها أو معناها هو الماهية من حيث هي والماهية لا بشرط المقسمي وهي الماهية المأخوذة لا بشرط التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة هذان المصطلحان وذكر أن هذان المصطلحان بينهما تباين في المعنى وليس همان بمعنى واحد بل أن معناهما متباينان ذكر على ذلك دليلين الدليل الأول أن الماهية بما هي لا يمكن أن تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة لماذا؟ لأن الاعتبارات الثلاث إنما نشأت بمقايسة الماهية إلى شيء خارج عنها يعني أن تلحظ الماهية بما هي مقيسة أو منسوبة إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها فإذا لحظنا الماهية بما هي منسوبة إلى شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها لا تخرج عن هذه الاحتمالات الثلاث أو هذه الاعتبارات الثلاث اعتبار بشرط شيء اعتبار بشرط لا اعتبار لا بشرط أما الماهية المهملة فهي الماهية من حيث هي أي الماهية غير المقيسة إلى شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها فلاحظ الماهية التي تكون مقسم للاعتبارات الثلاث هي الماهية المقيسة إلى شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها الماهية من حيث هي هي الماهية الغير مقيسة هذه مقيسة وهذه غير مقيسة فهنا في اللحاظات الذهنية تكون المقيس إلى شيء هذا اللحاظ وغير المقيس إلى شيء هذا اللحاظ آخر فهما وجودان ذهنيان متباينان ولا يمكن أن يكونان وجوداً ذهنياً واحداً هذه ما هي غير مقيسة إلى شيء خارج عنها وهذه ما هي مقيسة إلى شيء خارج عنها فهذان لحاظان ذهنيان لكل منهما وجود ذهني مستقل عن الآخر لاحظوا هذه الماهية التي هي تكون مقيسة يعني إذا لحظت مقيسة إلى شيء خارج عنها حينما تلحظ بهذا اللحاظ إنما تكون على ثلاث صور يعني إذا لحظت الماهية بما هي مقيسة إلى شيء خارج عنها لا تلحظ بثلاث صور أو تكون بثلاث صور تكون الماهية بشرط ذلك الشيء أو بشرط لا عن ذلك الشيء أو لا بشرط عن ذلك الشيء هذه اللحاظات الثلاث أو الاعتبارات الثلاث هذا لمن للما هي إذا قيست إلى شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها أما الماهية المهملة أو الماهية بما هي هي فهي الماهية غير المقيسة إلى شيء خارج عنها فهي هذا وجود ذهني أو قل لحظ ذهني يباين ذلك اللحظ الآخر هذا مقيس إلى شيء هذا غير مقيس إلى شيء فلا يمكن أن تكون بناء على هذا الكلام لا يمكن أن يكون هذا الوجود المباين مقسم لهذه الأقسام الثلاث لأن وجوده مباين لهذه الوجودات الثلاث هذه غير مقيسة كما قلنا هذه الاعتبارات الثلاث هي المهية المقيسة والوجود المباين لوجود آخر لا يمكن أن يكون مقسما لماذا؟ مقسما لأقسام ذلك الوجود المباين له يعني مثلا وجود الإنسان مباين لوجود الحجار وجودان متباينان فلا يمكن أن نقول أن الحجار يكون ماذا؟ مقسما لأقسام الإنسان مقسما مثلا للرجل والمرأة أو مقسما للعالم والجاهل هذا غير صحيح لماذا؟ لأن نفس وجود الحجار مباين لوجود المرأة طبعا الإنسان لا يوجد إلا في الخارج لا يوجد إلا إمرأة أو رجل معنا شيء ثالث لا وجود للإنسان في الخارج إلا على شكل إمرأة أو رجل وجود الحجار مباين لوجود المرأة ووجود الحجر فكيف يكون وجود الحجر مقسما للرجل وإلى المرأة؟ نقول الحجر هو الذي ينقسم إلى رجل وإلى مرأة هذا لا معنى له هنا أيضا نفس الشيء لكن هنا الوجود ليس وجود خارجي الوجود وجود ذهني صورة ذهنية أو قل لحاظ ذهني الاعتبارات الثلاث هي أن تلحظ ما هي في الذهن بما هي مقيسة إلى شيء آخر فتكون إما على ثلاثة أشكال إما بشرط ذلك الشيء أو بشرط لا عن ذلك الشيء أو لا بشرط عن ذلك الشيء وأما الماهية بما هي هي لا هي الماهية غير المقيسة فهما ذحاضان ذهنيان متباينان فلا يمكن أن تكون الماهية هنا بما هي هي مقسما لهذه الأقسام الثلاثة هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الشيخ أن هناك تباين بين الماهية بما هي هي الماهية المهملة والما هي بالاعتبارات الثلاث أو المقسم بالاعتبارات الثلاث هي لحاضات متباينة الدليل الثاني الذي ذكره هو أن اعتبار نعم اعتبار الماهية إذا كانت غير مقيسة إلى شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها هذا اعتبار ذهني له وجود مستقل يعني له صورة ذهنية مستقلة واعتباره مقيسا إلى شيء خارج يعني هذا ايضا وجود ذهني او اعتبار ذهني او لحاض ذهني له وجود او له صورة ذهنية او وجود ذهني مستقل عن الآخر فكيف يمكن ان يكون احد الوجودين المستقلين مقسم لماذا؟ للوجودات الاخرى هذا غير ممكن فهو هنا ذكر دليلان هذا الدليلان يدلان على ماذا؟ على ان الماهية المهملة يعني الماهية بما هي هي مباينة للماهية التي هي لا بشرط المقسم التي تكون مقسم للاقسام الثلاثة نعم ثم يذكر يقول نحن نسلم ان الماهية المهملة هو معناها ان تعتبر لا بشرط ان تعتبر لا بشرط ولكن يقول ان الماهية المهملة او الماهية بما هي يقول هذا اعتباره اعتبار لا بشرط ولكن ليس هو المصطلح عليه بالله بشرط المقسمين فيذكر ان هناك ثلاث اصطلاحات للا بشرط القسم الاول هو ان تكون لا بشرط معناه لا بشرط اي شيء خارج عن الماهية وذاتياتها لا بشرط اي شيء خارج عن الماهية وعن ذاتياتها وهذا هو معنى الماهي التي نقول عنها انها الماهية بما هي هي فهنا الذهن يقصر النظر عند لحاظها فقط على ذاتها وذاتياتها وهي ما يسمى بالماهية المهملة لاحظوا ندقق جيدا أن الماهية هنا الماهية من حيث هي أو هذا بمعنى لا بشرط عن أي شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها قال هذه هي الماهية بما هي هي أو الماهية المهملة المعنى الثاني هو اللا بشرط المقسمي وهو الماهية التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاث يعني الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها هذه الماهية المقيسة إذا قيست الماهية إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها تكون ليس لها وجود منحاز بل تكون موجودة إما بالبشرط الشيء أو اللا بشرط أو البشرط لا يعني هذه الاعتبارات الثلاث هذه هي التي تسمى بالما هي اللا بشرط يعني إذا لحظت مقيسة ويكون وجودها وتحققها طبعا مصودنا من وجودها وجودها الذهني باعتبار أن كلامنا هناك في التصورات في اللحاظات الذهنية يكون إنما هو في أحد هذه الأقسام أو أحد هذه الاعتبارات الثلاث وعندنا اللا بشرط القسمي واللا بشرط القسمي هو الاعتبار الثالث من اعتبارات الماهية التي تكون مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها يعني مقيسة إلى شيء خارج عن ذاتها تكون لا بشرط تجاه هذا الشيء وبناء على هذا يقول إذن يتضح الأمر لدينا جليا وهو ماذا وهو أن الماهية المهملة شيء والماهية لا بشرط المقسم شيء آخر وليس هما بمعنى واحد كما توهم بعض الأصولين نطبق العبارة بعد ذلك نلاحظ على هذا الكلام بعض الملاحظات قال وإذا ظهر ذلك فلا يصح أن يدعى أن الماهية بما هي تكون بنفسها مقسما للاعتبارات الثلاثة وهي بشرط شيء بشرط لا بشرط وذلك لأن الماهية لا تخلو من حالين وهما أن ينظر إليها بما هي غير مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها وفي هذه الحالة نعم وفي الحالة الأولى تسمى الماهية المهملة كما هو مسلم وفي الثانية لا يخلو حالها من أحد الاعتبارات الثلاثة وهي بشرط شيء لا بشرط أو البشرط لا واللا بشرط وعلى هذا فالحالة الأولى مباينة لجميع الاعتبارات الثلاثة وتكون قسيمة لها يعني الاعتبارات الثلاثة باعتبار أن هذه الماهية في الحالة الأولى أن تلحظ غير مقيسة الاعتبارات الثلاثة لا أن تلحظ الماهية مقيسة فهما متباينان فكيف يصح أن يكون مقسما أو أن تكون مقسما لها ولا يصح أن يكون الشيء مقسما لاعتبارات نقيضه طبعا هنا نقيضه هما أمران متباينان لكن كما معلوم باعتبار أنك لا هما لحظة تلحظ الماهية غير مقيسة وتلحظ الماهية مقيسة فهما لحظان أمران وجوديان متباينان لكن كما هو معلوم في المنطق أن النقيض من مصاديق النقيض يعني حينما نقول الأسود نقيضه لا أسود مصداق لا أسود الأبيض مع أن الأبيض والأسود هما ضدان لكن الضد من مصاديق النقيض فهنا الماهية التي تكون غير مقيسة الماهية التي تكون غير مقيسة نقيضها من مصاديقه ما هو الماهية المقيسة نقيضها هو الماهية المقيسة فاعتبارات الماهية المقيسة لا يمكن أن يكون المقسم لها هو نقيض هذا المقسم فلذلك قال فكيف يصح أن تكون مقسما لها ولا يصح أن يكون الشيء مقسما لاعتبارات نقيضه لأن الماهية من حيث هي كما اتضح معناها ملاحظتها غير مقيسة إلى الغير والاعتبارات الثلاث ملاحظتها مقيسة إلى الغير على أن اعتبار الماهية هذا انتهى الدليل الأول دليل الثاني هنا قال على أن اعتبار الماهية غير المقيسة اعتبار ذهني له وجود مستقل في الذه فكيف يكون مقسما لوجودات ذهنية أخرى مستقلا والمقسام يجب أن يكون موجودا بوجود أحد أقسامه ولا يعقل أن يكون له وجود للمقسام في مقابل وجودات الأقسام وإلا كان قسيما لها لا مقسما كان وجودا آخر زائد على هذه الوجودات هي وجودات وذاك وجود آخر يكون قسيما لها لا مقسام وعليه فنحن نسلم أن الماهية المهملة معناها اعتبارها لا بشرط ولكن ليس هو المصطلح عليه باللا بشرط المقسمي فإن لهم في لا بشرط على هذا ثلاث اصطلاحات لهم أي للأصولين أولا لا بشرط أي شيء خارج عن الماهية وذاتياتها وهي الماهية بما هي هي التي يقصر فيها النظر على ذاتها وذاتياتها وهي الماهية المهملة ثانيا لا بشرط مقسمي وهي الماهية التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة أي الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها والمقصود لا بشرط هنا لا بشرط شيء من الاعتبارات الثلاثة يعني حينما نقول لا بشرط مقسمي يعني ماذا؟ يعني لا بشرط عن هذه الاعتبارات الثلاثة الموجودة أي لا بشرط اعتبار البشرط شيء واعتبار البشرط لا واعتبار اللا بشرط لا أن المراد بلا بشرط هنا لا بشرط مطلقا من كل قيد وحيثية حتى يكون نفس المعنى الأول وليس هذا اعتبارا ذهنيا في قبال هذه الاعتبارات وليس اعتبار ذهني مستقل عن هذه الاعتبارات حتى يكون وجودا مباينا لها كما هو اعتبار ما هي من حيث هي بل ليس له وجود في عالم الذهن إلا بوجود واحد من هذه الاعتبارات ولا تعين له مستقل غير تعيناتها وإلا لما كان مقسما يعني هنا كما يقول الشيخ المقسم يشترط أن يكون وجوده بوجود أقسامه فقط مثلا الإنسان ينقسم إلى الرجل والمرأة هنا حينما يوجد الإنسان لا وجود له في الخارج إلا على شكل رجل أو امرأة ما في شيء آخر ما عندنا شيء اسمه إنسان لا هو رجل ولا هو مرأة لا وجوده بوجود أقسامه ثالثا لا بشرط قسمي وهو الاعتبار الثالث من اعتبارات الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها فاتضح أن الماهية المهملة شيء ولا بشرط المقسمي شيء آخر كما اتضح أيضا أن الثاني لا معنى لأن يجعل من اعتبارات الماهية على وجه يثبت حكما نعم يثبت حكما للماهية باعتباره أو يثبت حكم للماهية باعتباره أو يوضع له لفظ بحسبه طيب هنا هذا هو ما ذكره الشيخ ولكن في الحقيقة هنا في كلام الشيخ خلط أيضا خلط كبير وهو أننا لا بد أن نلتفت أن هذه الاعتبارات إنما هي في عالم التصور في عالم الذهن وأحكام عالم الذهن ليس بشرط أن تكون نفس أحكام عالم الخارج بل تختلف لأن الذهن هو ذلك الوعاء أو ذلك العالم الذي يحصل فيه التحليل التكثير ويحصل فيه التركيب أيضا يعني قد يوجد لدينا شيء في الخارج هو شيء واحد لكن الذهن يكون قادرا على ماذا؟ قادر على تكثيره إلى مفاهيم كثيرة مثلا هذا شيء واحد في الخارج أقول هذه النظارة شيء واحد في الخارج لكن الذهن يمكن أن يضع لها مفاهيم أو يحللها إلى مفاهيم كثيرة مثلا الزجاج مع الحديد والبلاستيك الشفافية من حيث الشكل مثلا وإلى آخره يحلل هذا الشيء الواحد إلى مفاهيم كثيرة هذه من تصنيفات أو من تحليلات عالم الذهن ثم الذهن أيضا يكون قادر على ماذا؟ على التركيب بين هذه المفاهيم فيكون قضايا من موضوعات ومحمولات إذن هنا الذهن ليس كعالم الخارج لأن عالم الذهن أو الذهن له القدرة على تحليل الشيء الواحد تكثير الواحد وعلى توحيد الكثير إذا عندنا أشياء كثيرة يمكن ماذا؟ أن يركب بين هذه الأشياء الكثيرة فيوحده فيوحده فهنا لا ينبغي الخلط بين عالم الذهن وعالم الخارج فهنا مثلا على سبيل المثال حينما نقول أن المقسم وأقسام والمقسم لا بد أن يكون موجودا في الأقسام هذا نعم في الخارج صحيح الإنسان مثلا في الخارج الإنسان له أقسام له رجل ومرأة لنأخذ هذا التقسيم نعم الإنسان في الخارج حينما يوجد لا بد أن يوجد إما على شكل رجل يعني في الرجل أو في المرأة ليس هناك وجود للإنسان وجود منحاز عن الرجل والمرأة فنقول هو شيء صير شيء ثالث صير عندنا إنسان ورجل ومرأة هذا في الخارج نعم صحيح أما في عالم الذهن لا عالم الذهن هو قادر على ماذا؟ على التحليل فأن يأتي إلى الرجل والمرأة ويستخرج شيء مشترك بينهما هذا الشيء المشترك بينهما وهو الإنسان مثلا الإنسانية هذه الإنسانية لها صورة لها صورة ولها لحاظ مستقل في الذهن فهذا الإنسان في الخارج يمكن أن يأتي الذهن ويستخرج منه صورتين هو واحد في الخارج صورة الإنسانية وصورة مثلا الرجلية أنه رجل صورتين يركب بينهما فيكون إنسانا رجلا فهنا في الحقيقة في الذهن لا معنى لأن نقول أن الصورة الإنسان لا يمكن أن تكون لحاظ مستقل عن صورة الرجل ولا كيف يكثر يعني لو لم يكن للذهن أن يأتي ويحلل الإنسان إلى صورة الإنسان وصورة رجل وصورة إمرأة بهذا الشكل وهذه الصورة طبعا متباينة في الذهن فيما بينها لا يمكن أن نأتي ونقول إذن كيف يمكن أن نقول أن هذا مقسم وهذه أقسام إذا لم يكن هناك تقرر للمقسم إذا لم يكن هناك لحاظ للمقسم إذا لم يكن هناك تصور للمقسم كيف يمكن أن نقول هذا مقسم الإنسان مقسم إنه غير متصور في أذهاننا إذا هو لا وجود ذهني له إلا في ضمن أقسامه إلا في ضمن مثلا الرجل والمرأة فليس في ذهننا إلا الرجل والمرأة معنا ذلك فكيف يمكن أن نقول أن هناك لهما مقسم ما هو هذا المقسم حتى الصورة ذهنية ليس له مستقلة الذهن قادر على أن ينتزع صور مختلفة من شيء واحد ويحاول أن يوجد العلاقات بين هذه الصور المختلفة الذهن له قدرة أن يركز لحاضه ونظره إلى شيء معين إلى ذات ذلك الشيء أن يلحظ هذا الشيء مقيسا إلى شيء آخر أن يلحظ هذا الشيء مقيسا إلى شيء آخر يختلف وهكذا الذهن له هذه القدرة فهنا حينما نقول المقسم لا بد أن يوجد في الأقسام نعم الآن حينما نقول الماهية أو لنأخذ مثال غير ما هي بعد ذلك الطبق على الماهية حينما نقول الإنسان ينقسم إلى رجل ومرأة لكن نفس الإنسان وهو الحيوان الناطق هذا له صورة الذهن مستقلة عن صورة الرجل وعن صورة المرأة نعم هذه الصورة هي جزء من صورة الرجل لكن صورة إنسان معه شيء زائد القسم دائما هو عبارة عن المقسم مع زيادة شيء القسم الثاني هو نفس المقسم ولكن مع زيادة شيء آخر حتى صور قسمان صور هذا رجل هذا إمرأة إذا لم يكن للمقسم صورة ومعنى واضح عند الذهن كيف يمكن أن يقول هذا مقسم وهذه أقسام لا معنى لذلك أصلا إذا لم يتصور الذهن المقسم كيف يستطيع أن يحكم ويقول هذا هو المقسم وهذه أقسام له هذا لا معنى له هذا خلط بين عالم الذهن وعالم الخارج في الحقيقة فهنا بناء على بحثنا حينما نأتي إلى الماهية واعتبارات الماهية لا تفت جيدا أنه حينما يأتي الذهن إلى الماهية تارة يلحظ أن ينظر إلى الماهية فقط يعني حينما ينظر إلى الإنسان مثلا ينظر إلى الحيوانية والناطقية فقط من دون أي قيد أو شرط أو إضافة أبدا لا إضافة وجودية ولا إضافة عدمية أن يلحظ فقط وفقط ذاتيات الشيء هذه نسميها الماهية من حيث هي كما يقول الشيخ إذا كانت الماهية من حيث هي نفس الماهية المهملة فهي هذه هي الماهية المهملة أن تلحظ فقط ذات وذاتيات الماهية من دون أن يلحظ لها قيد لا هذا القيد لا هو عدمي كما هو ذكر مثلا هنا أن الماهية من حيث هي هي الماهية غير المقيسة هذا غير المقيسة هذا شرط لكن شرط عدمي يعني أن تلحظ الماهية بشرط أن تكون غير مقيسة بشرط لا عن أن تكون مقيسة إلى الغير هذا شرط والماهية من حيث هي من دون أي شرط أو قيد بعضهم يعبر عنها الماهية النية يعني لم يضف إليها شيء أبدا إلى الآن هذا لما تطبخ اللحم مثلا لحم الني بعد لحم فقط لا لم يضع له لا مطيبات لا ملح لا ماء لا لحم الني هذه الماهية أيضا تنظر إليها إلى ذاتها فقط وذاتياتها من دون أي شرط وقيد زائد هنا لو قلنا الماهية من حيث هي هي الماهية غير المقيسة هذا غير صحيح يصبح هذا شرط زائد هنا أضفنا شيء إلى الماهية وهو أن لا تلحظ الماهية مقيسة هذا اللحاظ زائد شرط زائد لا الماهية من حيث هي هي الماهية فقط ماذا أن ننظر إلى ذات وذاتيات الماهية فقط إذا تقررت هذه الماهية بذاتها وذاتياتها فقط تقررت في الذين أصبحت لها صورة في الذهن أصبح لها لحاض في الذهن الآن نأتي ونستطيع ماذا؟ أن نضيف إليها شيء فشيء فنقول تارة أننا نلحظ هذه الماهية بالقياس ممكن أن نأتي ونقيسها بالقياس إلى شيء خارج عنها أو أن لا نقيسها إلى شيء خارج عنها وما شابه ذلك فهنا في الواقع الماهية من حيث هي عين الماهية المهملة وهي عين الماهية لا بشرط مقسم لأن هذه الماهية نفسها حينما نأتي ونقيسها إلى شيء آخر أسأل سؤال أنه نقول الماهية بالقياس إلى شيء خف هذه الماهية ما هو المقصود منها الشيخ يقول هذه لا صورة ولا تقرر ذهني لها كيف لا يكون لها تقرر ذهني؟ إذا لم يكن لها تقرر ذهني إلا في ضمن أقسامها إذن ما هو متصور؟ فقط الأقسام ما له لحاظ ذهني؟ فقط الأقسام ما له تقرر في الذهن؟ ما له لحاظ في الذهن؟ فقط الأقسام إذن من أين أتيت وقلت هذا المقسم؟ ألا بشرط المقسم فهنا أذن ما هي من حيث هي هي أأتي كيف أنا أستطيع أن أتناول وأقسمها في الذهن؟ لا بد أن ألحظها بالنسبة إلى شيء ألحظها بالنسبة إلى علتها فأصفها وأقول أنها ممكنة ألحظها بالنسبة إلى شيء يمكن أن ينضم إليها شيء خارج عنها يمكن أن ينضم إليها فأقول هذه الماية بالنسبة إلى هذا الشيء ستتصف بأنها أو تكون على ثلاثة اعتبارات بالنسبة إلى هذا الشيء بشرط ذلك الشيء بشرط لا عنه لا يمكن أن ينضم إليها لا ينضم إليها أو بحيث أن لا يكون منضما إليها لا بشرط يعني سواء كان تكون مطلقة هنا كما قلنا مطلقة لا بشرط في الحقيقة لا تعني أنه ليس لم ينضم إليها أي شرط أصلا لا إن ضم إليها شرط ولكن أي شرط هو؟ هو شرط الإطلاق اللا بشرط يعني المطلقة يعني سواء وجد هذا الشيء معها أو لم يوجد لا يضر عليها لا يؤثر لا يؤثر في ثموت الحكم لها فهنا اللا بشرط في الحقيقة لا يعني أنها لم يلحظ معها أي شرط أو قيد لا وإنما هذه مشروطة بماذا؟ تكون مشروطة بالإطلاق يعني مطلقة ما هي اللا بشرط مطلقة وهي أحد الأقسام أقسام الاعتبارات واحدة من الاعتبارات الثلاث نعم حينما نقول لا بشرط مقسمي هذا إصطلاح إصطلاح نريد أن نوضح فيه ما هو المقسم لهذي الاعتبارات الثلاث قيل لا بشرط يعني لا بشرط عن هذه الأقسام الثلاثة صحيح كما ذكر الشيء يعني لا بشرط عن هذه الاعتبارات الثلاث يعني تكون جامعة لهذه يمكن أن أن يجتمع معها هذه الاعتبارات الثلاث تتنوع بحسب هذه الاعتبارات الثلاثة تكون لا بشرط بحسبها لكن هذا لا يعني أنها هي الماهية المطلقة هي الماهية من حيث هي الماهية المطلقة اللا بشرط هي قسم من هذه الاعتبارات بناء على هذا الكلام يتضح أن الماهية من حيث هي الماهية التي تكون مقسما لهذه الاعتبارات الثلاث وكونها لها لحاب مستقل عن هذه الاعتبار الثلاثة هذا لا يضر لأنه في عالم الذهن عالم التكثر لا مشكلة في أن يكون لها لا بد أن يلحظها الذهن مستقلة ثم يضيف إليها أشياء أخرى حتى تتكثر فهنا إذا أتينا للعتبار الأول بشرط شيء قد أضيف إليها شيء غير ما أضيف إليها بالاعتبار الثاني وغير ما أضيف إليها بالاعتبار الثالث البشرط شيء أضيف لها شيء يختلف عن ما أضيف إلى البشرط لا واللا بشرط أيضا أضيف إلى ما هي الشيء غير ما أضيف إلى الاعتبارين الآخرين وهو أن تلحظ الماهية بما هي مطلقة تجاه ذلك الشيء الخارج عن ذاتها التي قيست إليه أما المقسم هو الماهية من حيث هي ذات الماهية فقط هي الماهية بما هي هي كما عبر عنها الفلسفة هذه تكون نعم في الأقسام فالبشرط شيء هذه الماهية ومعها شيء زائد حتى تصير قسم قد تقول أنه نعم في الخارج قد نقول المقسم لا يوجد إلا بوجود أقسامي لكن في الذهن لا بد أن يكون هناك تقرر للمقسم وإلا كيف يمكن لا بد أن يكون هناك تصور للمقسم لحاض للمقسم وإلا كيف يمكن أن نقول أن هذا مقسم وأن نحكم عليه أن هذا مقسم أين هو هذا إذا هو لا وجود إلا للأقسام الأقسام لا نستطيع أن نقول أن هذه الأقسام هي المقسم الجامع بين هذه الأقسام هل له تقرر في الذهن أو لا المقسم هو الجامع بين الأقسام يعني أن نحذف عنه الإضافات الزوائد نأخذ المشترك بين الأقسام الثلاث طيب هذا المشترك بين الأقسام الثلاث ما هو؟ لا بد أن تكون له صورة ذهنية حتى نستطيع أن نحكم عليه لا بد أن نتصوره أن يلحظه الذهن نعم هو هذا اللحظة ما هي من حيث هي فبناء على هذا يتبين أن نعم ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه والصحيح وهو أن الماهية المهملة يعين الماهية لا بشرط مقسمي لكن هذا اللا بشرط ليس معناها الماهية من حيث هي مطلقة لا بشرط هذا مجرد إصطلاح يعني الماهية التي هي لا بشرط تجاه هذه الأقسام أو الاعتبارات الثلاث لا أنها لا بشرط تجاه كل شيء لأنه إذا جعلت لا بشرط تجاه كل شيء تصبح واحدة من اعتبارات الماهية الماهية المطلقة فاتضح إذن لدينا أن الماهية المهملة هي نفس الماهية لا بشرق المقسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الواق وأكرمني بنور الفان اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حزائن علومك برحمتك يا أرحمى الراحمين اللهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة